مشارت صحيفة زمان التركية دراسة أعدها معهد رويترز لدراسات الصحافة التابع لجامعة أوكسفورد أكدت أن الإعلام التابع لنظام أردوغان بات الأقل ثقة في تركيا وأشارت الدراسات إلى أن وسائل الإعلام المعارضة سواء التلفزيونية أو الصحافية في تركيا باتت هي أكثر المصادر الإخبارية والتي تنال ثقة المواطنين الأتراك بينما جاءت وسائل الأعلام الموالية للنظام على رأس المصادر الإخبارية الأقل ثقة في تركيا وأضافت صحيفة زمان التركية أن دراسات أمريكية أكدت أن نحو 50% من أنصار ومؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم يرون أن الإعلام في البلاد منحاز وغير محايد ولا يمكن الوثوق به ترجمة نانسي قنقر